السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية حل مشكلة اختفاء الايموجي في الكيبورد الخاص بالاندرويد فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح المشكلة يا شباب اللي رح تواجهكم انه لما تفتحوا الكيبورد ما رح يظهر عندكم الايموجي او الرموز التعبيرية فعشان تظهرونها لحل جدا بسيط كل عليكم تسحبون الشريط اللي فوق بعدين تروحون على خيار الاعدادات هذه الايقونة بعدين من هذه الواجهة تنزلون شوي تحت لانما تحصلون عندكم خيار الادارة العامة تضغطون عليها وهنا تروحون على سامسون كيبورد سيتنج فهنا كل عليكم تسونا تنزلون شوي تحت لانما تحصلون خيار شريط ادوات لوحة المفاتيح فهذا الخيار لازم تفعلونا بعد ما تفعلونا الان ترجعون على المحارثة مرة ثانية كذا لو تلاحظون ظهرت معنا ايقونة الايموجي نقدر نضغط عليها ونختار الاشكال من هنا اما يا شباب اذا ما ظهرت معاكم في هذه القائمة اللي هنا كل عليكم تسونا تضغطونا على الثلاث نقاط وبعدين هي رح تكون هنا في القائمة اللي تحت تسحبونها وتحطونها في القائمة اللي فوق وبعد كذا رح تكون موجودة عندكم في الكيبورد فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة